كاني مكان من أكتر من مئة سنة زمان بنت ما بتحلمش غير بالطير نفسها تفرد جناحتها وتحس بحريتها زيه طموحها ملوش مكان على الأرض وحلمها ما يسعوش غير السماء ما فكرتش في أي مانع ولا وقفت لأعتراض حد لكن خلت كل الناس تقفوا تبص عليها وتشاور وتقول أيوة مصرية أول كابتن طيارة ست في مصر وأفريقيا هي المصرية كابتن لطفية النادي يوم 29 أكتوبر 1907 كتب السجل المدني ميلاد بنت أبوها زي أي أب بيحب بنته ويخاف عليها بس بزيادة شوي وأمها زي أي أم نفسها تشوف بنتها أحسن الناس وأحلى البنات لكن البنت ما كانتش زي أي بنت لطفية كانت بنت لماحة وزكية وبتحب التعليم بس أبوها اللي كان بيشتغل في المطبع الأميرية شايف إن البنت أخرها في التعليم المدرسة الابتدائية لكن أمها كانت عايزاها تجري بق في قطر التعليم لحد ما البنت تقول خلاص أنا وصلت المحطة اللي أنا عايزاها وكلمة من هنا على رأيي من هناك دخلت لطفية الأميريكان كاليج وفي يوم من الأيام قرت لطفية في الجورنال عن مدرسة تعليم الطيران اللي كانت لسه بتبتدي وإحنا هنا بنتكلم عن سنة 1932 يعني طبعاً كان كل اللي فيها رجالة بس دولة يفرق مع لطفية كل اللي شغلها إن جه الوقت اللي حقق في حلمي واشتغل كابتن طيارة ماهو طبيعي دي بتفكر إنها تطير وتسوق طيارة من سنين طويلة من قبل حتى ما يتبني مطار ألماذا اللي تبنى برضو سنة 1932 واللي هو دلوقتي جنب مطار القاهرة الدولي على فكرة المطار ده بنشوفه كل أيام الأفلام الأبيض واسود كان هو ده مطار القاهرة المهم بصراحة ومن أقصر الطرق رحت لطفية لباباها تقول له قرارها بابا أنا عايز أقدم في مدرسة الطيران عشان أبقى كابتن طيار باباها بصراحة قال لها من كده من الآخر الموضوع مركوض والبنت مكانها في بيت جوزها عشان تربي أولادها باباها رفض وما معهش فلوس تدفع مصاريف مدرسة الطيران طب وبعدين فكرت إنها ممكن تلاقي منقذها في جارة الأهراب وقررت إنها تقابل الكاتب الصحفي أحمد الصاوي صاحب العمود الشهير ما قال له ودل وقالت له عاوزة تعلم طيران وبدل ما يساعدها قال لها أنت لسه صغيرة وعشان أساعدك لازم وافقك أهلي فجابت له مامتها قالت له أنا موافق أن بنتي تدخل مدرسة الطيران بس مش هينفع تدفع ولا ملين في التعليم لأن أبوها لو عرف أو حصل لها أي حاجة هيقول لي أنت السبب وأنت اللي قتلتيها بس بدأ حظ لطفية يحلوه لما قابلت كمال علوي مدير عام مصر للطيران وقتها وحكيت له حكايتها ووافق على أنها تدخل المدرسة وتكون أول طالبة بنت وفكر أنها ممكن تكون بداية لبنات كتير يعملوا زيها ودعاية مبتكرة ومتحضرة لمصر للطيران بس الموافقة كانت بشرط هتتعلمي في المدرسة؟ آه لكن هتشتغلي كمان فيها عشان تقدري تدفع المصاريف وطبعا وافقت لطفية ومسكت في الفرصة واشتغلت سيكرتيرا في المدرسة وكانت بتحضر دروس الطيران مرتين أسبوعين ومفهمة باباها أنها بتاخد دروس تقوية مرتين في الأسبوع لكن طبعا بقمتها كانت عارفة ووثقة في خطواتها وعارفة أنها هتوصل لحلمها وتعلمت لطفية طيران مع زمايلها على إيد مدربين مصريين وإنجليز في مطار ألمازة وكانت البنت الوحيدة بينهم وشافت قد إيه بيقدروها ويحترموها وفي سبتمبر 1933 نجحت لطفية في المدرسة وخدت إجازة أو رخصة بالطيران وكانت المتخرجة رقم 34 ما اتخرجش قبلها غير 33 طيار كلهم رجالة وبكده بقت أول بنت مصرية وعربية وإفريقية تكون كابتن طيار وعمرها 26 سنة عشان تاخد اللقب ده اتدى الرابط بعد ما خدت إجازة الطيران 67 يوم مع مستر كارول مستر كارول ده كبير معلمي الطيران بالمدرسة والطيران معاه 13 ساعة كمساعد طيار وبكده قدرت تكون أول ست مصرية تسوق طيارة بين القاهرة والسكدرية وتاني في الست في العالم تسوق طيارة لوحدها بعد الأمريكية إيميليا هارت صحيح لطفية عمرها ما قابلت إيميليا بس كانت بشكل غير مباشر حافز لها إنه زي ما فيه أمريكية قدرت تعمل كده فأنا كمان أقدر عمل ده وبعد كده بقوا صحابة عن بعض بيبعثوا جوابات لبعض وبيتكلموا عن مغامراتهم في الطيران وعشان ما فيش حاجة ممكن تستخبى كتير وخصوصا لو إنجاز زي ده وصل الخبر لفكري باشا أبازا وكتب في مجلة المصور إنه من عشرة أيام حصل حدث تاريخي عظيم ونهضة لمصر لما طارت الأنسة لطفية لوحدها وتساءل ليه ما حد شدالها الاهتمام المناسب وجوبت على سؤاله مدرسة مصر التيران بأنها عملت حفلة التكرمة وحضر الحفلة كبار الشخصية وعلى رأسهم زعيم مصر الاقتصادي طلعت باشا حرب وديها هدية عشر ساعات تيران مجانة تكفل هو بدفع قيمتها أنا هنا بس حقف من الحدوتة وعايز أقول شوفوا بقى رجال الأعمال بيعملوا إيه هو ده دورهم في الخدمة المجتمعية وكمان زعيمة النهضة النسائية السيدة هودا شعراوي كرمتها وديت لها هديتين أقيم وأحلى من بعض الأول عبارة عن قلادة من الدهب المرسع بالماس اتعملت مخصوصة عشانها والهدية التانية من جمعية الاتحاد النسائي عبارة عن حجر من العقيق الأحمر منقوش عليه أيت الكرسي كمان مصر الطيران دعت للصحافة عشان يحضروا الاختبار العملي لأول طيارة كابتن مصرية في أكتوبر 1933 وصورت الكاميرات وتكتبت المنشتات وجاء لك الموت يا تارك الصلاة أبو لطفية تفاجئ بصورتها وأخبارها في الجرايط فغضب جداً جداً إزاي بنتي تعمل كل ده من ورايا؟ وإزاي ما تقدرش قراري وخوفي عليها بس عشان البنت مهما عملت أتفضل حبيب تابوها استغلت حبه إليها وحطت خطة عشان ترضيه وتقنعه في نفس الوقت بطريقة عملية خليته يطلع معها في جوالات كتير بالطيارة فوق القاهرة والجيزة عشان تثبت له إنها تقدر تبقى زي الرجالة وحسن كمان وهو طبعاً تفاجئ بشجعتها وجرقتها وثقاتها في نفسها وتحول أكبر المعارضين لها لأول مشجعينها كان أول سباق طيران دولي تشارك فيه لطفية في آخر نفس السنة مع واحد وستين طيار من جنسيات مختلف وما كانش فيه مصريين غير لطفية وأحمد سالم ومحمد صادق شاركت لطفية في الجزء الثاني من سباق الطيران الدولي وكان عبارة عن سباق سرعة بين القاهرة واسكندرية وكانت سيئة طيارة جات موت الخفيفة بمحرك واحد وسرعته متوسطة حوالي 100 ميل في الساعة ومع إن طيارتها ما كانتش أسرع واحدة بس اللطفية كانت أول وحدة توصل لنقطة النهاية وتكسب المركز الأول بس إزاي تفوصت ومصرية بالمركز الأول في مسابق الطيران الدولي وفي لاحق جنة تحكيم معظم عنجليز وتعدي عادي اللجنة سحبت منها المركز الأول وعدلت النتيجة بحجة إن الطيارة ما عدتش إلا على خيمة واحدة في المكان المحدد للرجوع من اسكندرية والمفروض إنها تعدي على خيمتين وطبعاً زاهل جداً الملك فؤاد على اللي حصل لإنه كان بتبعها ومستني النتيجة وقال لها دي أول مرة تحصل وإن اللي عملته فخر المصر وديها جايزة شرفية بقيمة 200 جنيه مصري وطبعاً المبلغ ده مش هقول لكم يسوي قد إيه دلوقتي ومش بس كده هدى شعراوي بعتت لها برقية تهنئة تقول لها فيها شرفتي وطنك ورفعتي رسنا وتوقتي نهضتنا بتاج الفخر برك الله فيك وصلت لطبية شغلها اللي هو أصلاً حلمها في قيادة الطيارات وفضلت تشترك في مسابقات طيران عشان توصل رسالتها لكل العالم إن زي ما الستات في الغرب بينجحوا فاحنا مش أقل منهم ونقدر نكون أحسن كمان وكان من ضمن السباءات سباء دولي أقيم في مصر سنة 1937 من القاهرة إلى الوحاد اشترك في المسابقة دي 14 طيار وطيارة من مختلف جنسيات العالم وكسبة لطفية المركز الثالث بين الكباتن الستات هودا شعراوي زي ما شفنا كانت فخورة بيها جداً ومقتنعة بإنجازاتها وأثرها على صورة الستة المصرية فعملت مشروع اكتتاب حول تجمع فيه فلوس من المؤسسات ورجال الأعمال عشان تشتري طيارة خاصة لطفية تلف بيها العالم وتكون سفيرة لبنات مصر في البلاد اللي بتمر أو تنزل فيها هودا شعراوي نفسها سهمت بمئة جنيه لكن للأسف ما قدرتش تجيب لها الطيارة لكن لطفية قدرت تغير وجهة نظر بنات كتير وفتحت لهم الباب عشان يدخلوا المجال دا أو غيرهم من اللي كان حكرا على الراجل وفضلت الكابتن لطفية تطير بكل حرية لحد ما في يوم تعرضت لحادث عمل لها إصابة فعمودها الفقري ومن وقتها بطلت طيران لكن اقتدى بيها في الطيران كتير واستلموا الراية بعدها ستات كتير زي كابتن ليندا مسعود اللي كانت أول مدرسة طيران مصرية وكابتن جينا الصاوي اللي هي بتطير دلوقتي وزهرة راجب ونفيسة الغمراوي وقدريت والأيمات وغيرهم كتير وتعيينت بعدها في منصب سكرتير عام نادي الطيران المصري بعد ما سهمت في تأسيسه وإدارته بكفاءة عالية لحد ما هجرت سويسرا وعاشت هناك سنين طويلة لدرجة إنها خدت الجنسية السويسرية تكريماً لها لطفية النادي ماتت سنة 2002 في القاهرة بعد ما عاشت عمر طويل حوالي 95 سنة وهي فخورة بإنجازتها ورسالتها ورصها في السماء زي ما تفنت صحيح ما تجوزتش وما كانش ليها أولاد يفتكروها لكن بلدها وكل المنطقة العربية بتفتكر كل يوم إن أول سيارة ست في أفريقيا وفي العالم العربي كانت مصرية قدرت تورس كل الشعب المصري والعربي والأفريقي الفخر بكونها منه بيختلف المكان والإسم الزمان لكن النجاح هو العنوان الصبر والطموح والمعافرة هي صفات أبطال الحكايات فيه اللي وصل وفيه اللي عارف سكته وحاسب خطوته وحيفضل يحاول لو إيه مهما حصل أهلاً أهلاً بدفتي النهاردة اللي هتحكي لي حدوتتها فريدة سالم زيك يا فريدة الحمد لله زي حدوتك الحمد لله أنا هعد أسمع الحدوتك أوكي وأول حاجة أنا فريدة سالم أنا مؤسسة ومديرة إمباور أكدمية كورة لتعليم كورة للبنات وأنا مديرة كورة قدم كورة قدم أنا مديرة قطاع كورة النسائية في نادي الجزيرة الرياضي برضو الحقيقة قصة لو هنبتدي من الأول هي بدأت وانا عندي 12 سنة كنت أحب الكورة جداً لدرجة أن أنا كنت بنزل ألعب مع الولاد لأن كنت بألعب كذا رياضة قبلها وإني دي أكتر حاجة عجبتني فنزلت ألعب في المدرسة ونزلت ألعب في أكاديميات ولاد لمدة سنتين قبلوكي؟ أه قبلوني طبعاً بس الحقيقة مكنتش بلعب ماتشوت للأسف كنت بأتمرن بس لكن ده كان أسعد وقت يعني في اليوم بالنسبة لي كنت بروح النادي مش عايز أروح فمكنتش بس عايز أوقف عن الأكاديميز كنت عايز أخد الكورة للمرحلة اللي جاية فكنت رحت المدرسة وقلت للمدرسة بتاعة عندي قلت لها ليه ما عندناش فرقة بنات للكورة قلت لي مفيش حد فقلت لها طب ما تيجي نجرب ونعمل ونقول للناس أنا بلعب في وليوب وبسكت وحاجات كتير ممكن أقول لصحابي اللي في الفرق وفي المدرسة ويخشوا معنا وفعلاً عملنا اختبارات كده كانت لذيذة قوي يعني كله جاي جرب يعني ولأن كانت جديدة كورة كان كله مستغرب بالولاد حتى بيبصوا لهوا إذا البنات هتلعب كورة يعني كانت حاجة عجبتني بصراحة ببساطة قوي نحنا بدأنا حاجة في المدرسة وخدت الفريق بتاع المدرسة ده وروحت بقى لعبت ماتشاط قلت لهم لا بقى أحيير رمبا مش هتقولولي لا فخدت الفرقة ولايبت في دورات رمضانية كتير ومنها حد من من نادي ودي ديجلا وهم أول فريق كورة النسائية يعني أحسن فرقة واحدة جات قالت لي إذا أنت موهوبة ما تيجي الجرابي تلعبي معي في الفريق وفعلا روحت أنت البوست بتاعك في الفريق إيه أنا بلعب سترايكر أنا اللي بجيب اللي جواني يا رادي يا رادي جومي يعني أيها ماشي معامد صلاح البنات مانيا برسي لقب كبير قوي علي بس فروحت بقى ولعبت وخدت الموضوع مور بروفاشنال اللي بقى قلت لا أنا هاحترف أنا عاجبني الموضوع ده بس طبعا كان فرق مختلف فرق كبير ما بين اللعب الأولاد مع اللعب البنات فقلت طيب أنا كده كده يعني أنا هاخد الموضوع ده من أول وآخر وبقى هنام صحة هيكل صحة هلتزم بالتمرين ومع الدراسة طبعا موضوع كان يخضني شوية لأنني كان عندي لسه 14 سنة فكان يعني كان شفت كبير بعدين جالي إصابة فالأسف موضوع الكورة كان ابتدأ يقل شوية فدخلت في مجال التدريب يعني أنا المدرسة بتاعتي اللي أنا عملت معها الفريق ده قالتلي يعني أنت عملت الفريق وسبتينها قعدة في البيت بالإصابة بتعملي إيه وقلت لها طب أعمل إيه قالتلي طب تعالي درابي معي كانت فكرة جديدة طبعا بالنسبة لي دخلت في إصابة وراء التانية كان عندي 16-17 سنة بتخرج فقالتلي خلاص أنت السنة ده ممكن تعالي درابي معي بي معي أسيستنت كوش طيب وعجبني جدا الموضوع جدا حسيت أن أنا أقدر أعمل فرق من بره الملعب حتى لو أنا مصابة أو مش قادرة ألعب مش مشكلة وحبيت الموضوع حتى بعد ما دخلت الجامعة كملت دربت خمسكت فرقة بنات لوحدي في أكاديمية كانت لسه فتحة جديدة وقتها أكاديمية إيسي ميلان جاية من إيطاليا وحتى المدير الفني الإيطالي كان معجب جدا بالتدريب بتاعي يعني فحسيت أن أنا في مجال جديد تفتحلي وكملت بقى لما دخلت الجامعة ولعبت شوية في الجامعة فريق الجامعة للأسف جامعة أمريكية ما كانتش فيها مجال الرياضة أن أنا أدرسه مع أنه كان حلم حياتي بقى أن أنا أعمل المشروع بتاعي أن أنا أرجع مثلا بعد واتفر أن أنا هذكره أعيز أعمل أكاديمي للبنات لأن أنا كان قلت طب ليه أنا عندي 12 سنة ومش عارف ألعب في أكاديمية بنات فأنا قلت لا لا خلاص أنا كل حاجة دراستي بقى خبرتي أي حاجة أنا هعملها في الرياضة عشان أعمل الأكاديمي دي للبنات أقدر أوفر الفرصة دي لبنات الصغيرين وبس وحصل أن أنا بعد ما لعبت في الجامعة هنا جامعة أمريكية مدة سنتين نقلت وسفرت كندا وغيرت الميجر بتاعي خليت مشروع تخرج How to build a girls football academy أصلا إزاي أبني أكاديمية كرة البنات في مصر يعني أنا عاملها في كندا حتى البروفيسورز بتواهي بيقولي لا برافو عامليها البطورية اللي أنت عايز تعمليها بالضبط حلمك هتأحقق إي فعملتها I interviewed ناس في أمريكا وفي كندا وسفرت لهم وروح تتفرجت على الأكاديميز بتاعتهم وفهمت الـ operations كلها وفهمت هما إزاي وصلوا لليهم وصلولوا وقلت أن أنا في يوم من الأيام أنا وعدت نفسي كده أن أنا هارجع مصر وعمل الأكاديمي دي بس مكتش لسه عارفة إمتى فالبروفيسورز بتواهي وأنا بتخرجهم كده وقالوا لي بص يا فريدة إحنا من خبراتنا في الحياة لو أنت ما نزلتش عملت المشروع بتاعك ده دلوقتي دراسة عايزة أخد خبرة أكتر من كندا وعايزة أسافر وأعمل وأعمل قالوا لي please trust me جربي مش تخسري حاجة رجعي مصر عملي survey شوفي كده الناس حابة الموضوع وللأ ولو أنت حاسة أن ده حاجة عايزة تعملية دلوقتي أوكي مش عايزة أوكي خلاص أنا قلت لهم أوكي وسمعت من هنا وطلعت من هنا قعدت في كندا تسعة شهور اشتغلت ما بسطتش خالص وقعدت كل شوية عمالة فكر في المشروع بتاعي يقول طب what if ليه ممكن أنجح ممكن أنجح فيه وقدر أقدم الفرصة دي وأحلام البنات اللي في مصر اللي ممكن بتتدمر ويبعتوا لي ما سجاد فريدة انت رول موضل فريدة احنا نفسنا نعمل زيك فريدة احنا نفسنا نسافر طب ليه سفروا ليه سفروا ويتبهدلوا اللي أنا تبهدلتها طب ما أرجع وقدم لهم حاجة محترمة حاجة professional حاجة يحسوا أنهم فعلا بيحققوا وحلمهم بطريقة كويسة وحيحبوا ويعودوا في بلدهم ويعودوا مع أهلهم ولما يوصلوا للسن اللي هما يقدروا يسافروا فيه وعايزين يحترفوا أبقى أنا أتليست ساعتهم يوصلوا للمرحلة دي يعني هما بيفكروا أنهم الفوتبول يبقى كارير بالنسبالهم بالزبط يبقوا لعبات فوتبول محترفات بالزبط وأنا خبرتي تقدر تساعدني أن أنا أقول لهم يعملوا إيه عشان يوصلوا لهدف ده أنا لعبت في كندا درجة ثالثة وكسبت وصعدنا ولعبنا دوري درجة ثانية وأنا عندي 19 سنة في منتخب مصر فأنا عارفة الليفل اللي هما مفروض يبقوا يوصلوا له علشان يلعبوا الـ next level ده هما مش متخيلين عندهم أحلام بس ما عندهمش أهداف فأنا قلت أنا ممكن أبقى this person أنا أبقى الشخص ده إن أنا أوريهم الطريق ده وهم عايزين ياخدوا أوكي عايزين يفضلوا في مصر على قل يبقى عندهم الفرصة أنا كان نفسي أقدم لهم الفرصة دي اللي أنا محدش أقدمها لي وأنا صغيرة قولي لي يا فريدة ما بيضايق كيش الاهتمام الفوضيع بدوري الأندية للرجالة وإن كرة القدم النسائية مش واخدة حقها طبعا دي حاجة بتضايقني جدا لكن أنا قادر أقول إن دي مشكلة عالمية مش مشكلة بس في مصر وإحنا أهم حاجة هي الصبر دلوقتي كذا التحاد في العالم ابتدوا يهتموا بالكرة النسائية زي بالصبت الأولاد وله دخلنا بالصينة دلوقتي فيه بجد مثلا خمسة أو ستة لسا أعلنوا السنة دي إنهم هيدفعوا مكافئات والسالوريز للبنات قد الأولاد منهم برازيل منهم إنجلترا منهم نورويا أعتقد مكوين يكون خلطانة في نورويا بس المهم يعني هما خمسة كبار أو ستة ابتدوا يرسموا بقى الطريق ده والكاف هنا برضو والاتحاد الكرة ببتدوا يهتموا جدا جدا بموضوع الكرة النسائية بس لسا حالا السنة دي بأعلنوا إن الفيفا هتنزل خمسمائة ألف دولار بجت مخصص لكل اتحاد فيه كرة نسائية علشان يبتدوا يتواروا يعملوا مشاريع جديدة يعملوا دوري يعملوا اكتشاف بقى مواهب من سن صغير لإن دي حاجة كانت مشكلة برضو في الكرة من البنات بيبدأوا فعلا زي ما بدأت 12 سنة 14 سنة أليكس مورجن اللي هي أصلا من أبطال العالم دلوقتي بتلعب في أمريكا ابتدت كرة بتقولوا أنا عندي 14 سنة ليه الناس ما يبدأوش من أقل من أقل عشان يدروا يوصلوا لمستويات بالضبط طيب أعتقد إن ضروري بطريق تفكيرك دي وباللي أنت عملت ليك طموحات إيه هي أنا عندي طموحات كتير لسا من أكبر حاجات إن أنا نفسي الأكاديمي بتاعتي تبقى النمبر ون أكاديمي في الشرق الأوسط كله لإكتشاف المواهب ولتجهيز اللعيبة للمستوى الجاي اللي هم عايزينه وبرضو مش بس كده لأي حد نفسه يلق يتعلم يلعب كرة مهما كان السن أنا أول أكاديمي في مصر تقول إن إحنا بنقبل أي سن يوجولي الأكاديمي بتقفل على 16 سنة 17 سنة أنا أعيدون بالليف ذات أنا شايفة إن أي حد بيحب حاجة ونفسي يتعلمها ممكن يجي يلعب ويتعلم دي رياضة باست على سكيل أي حد ممكن يتعلم السكيل دي أنا عندي نس في التلاتينات وعندي واحدة 55 سنة والله بتيجي تتمرن وتلعب فور فان أنا عايز أتعلم يفريد ألعب كرة وإن كانش عندي فرصة دي وأنا صغيرة مرسينك هنا ده بالنسبة لي تعالي لعبي I don't care أنا هعلمك وهنمشي مع بعض step by step نفسي إن أنا أفضل الأكاديمي دي اللي هي تقدر توفر فرصة دي لأي حد في أي سن وطبعا من أكبر أكبر أحلامي إن أنا أبقى مدير فاني منتخب مصر إن شاء الله في يوم الأيام للبنات ونفسي إن أنا قبل ما أعتزل إن أنا أحترف على الأقل سنة في أوروبا وده حلم كبير وصعب شوية لإن ده معناه إن أنا لازم أرجع المنتخب وأرجع in good shape وأرجع ألاب في المستوى اللي أنا أعيز ألاب فيه وأنا عندي 27 سنة فأنا فاهمة إن يعني ممكن السن نوصل لمرحلة لو مثلا في الثلاثة early thirties اللعبة بيبتدوا يعتزلوا والبنات فأنا حسن ده البنات بس سوبيان دلوقتي زمان كان يعني بيقعدوا للسن ده بس قبل الاحتراف وكلام دلوقتي لما بيقعدوا لحد أطول وين كده فعندي وقت الحمد لله أنا بقول لنفسي لسه في وقت يس لسه في وقت تكي وقت أنت شرفتيني أنا فخورة بيكي جدا 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 بسير حضرتك أنا أمسوط قويني هنا عالمنا بالحكايات مليانة وعن عز العرب هيسجل التاريخ من كل الأشكال عالم ومخترع وفنان حكايات النجاح ما بتخلص واللي بيسمع وعايز يتعلم ما يزعش استنوا حكايات كتير لنسعر في التعمل في التاريخ أعظم تغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر